يعني أنا بالحديث عن دعوات الحوار السابقة التي قدمتها الإدابة الذاتية وقدمتها قوات سوريا الديمقراطية حقيقة يعني أبدو أن نظام السوري في الفترات السابقة وخلال سنوات طويلة لم يستجب لأي دعوة من دعوات الحوار ولم يرد أن يلجأ إلى حل الأزمة السورية وفق مفهوم وطني وأن يعترف بأن هناك أزمة في سوريا حقيقة أن النظام السوري طوال السنوات الماضية بقي متعنيت ولا يعترف بوجود أزمة في سوريا ولا يعترف بأنه أمامه أطراف أخرى تريد أن تحاوله كان يريد الحوار بأسلوبه وبطريقته وكان يفرد أجندته على أي نوع من التواصل مع أي طرف من الأطراف السوري حقيقة النظام السوري فوت على سوريا فرصة على الأزمة السورية بعيدا عن ما يجري اليوم وما كانت وصلت الأحداث لو أنه قبل دعوات الحوار ما كانت وصلت الأحداث في سوريا إلى ما نشهده اليوم من سيطرة هيئة تحرير الشام أو سيطرة المرتزقة التابعة لتركيا على مناطق واسعة من الأراضي السورية في الشمال حقيقة النظام السوري بلجوه إلى الحل الأمني واعتمادي على دعم حلفائه سواء الجانب الروسي أو الجانب الإيراني كان يظن أن دعم حلفائه سوف يستمر إلى الأبد وأن وجوده في المنطقة مرتبط بمصارح دولية كبرى ولكن أدرك حقيقة هشاشة هذه الاتفاقيات التي جرت سواء في أستانا أو غيرها والتي قامت برعايتها روسيا وإيران ودولة الاحتلال التركي أثبتت أنها هشة وقابلة للكسر في أي وقت ممكن وأنه لم يعتمد على فتح الحوار الوطني وحل الأزمة السورية بمفهوم وطني لذلك اليوم دعوات سوريا الديمقراطية لحوارات وطني وأن حل الأزمة لا يبد أن يتم عبر حوار كل الفرقاء على الأرض السوري وفق مفهوم وطني بعيد عن الأجندات والتدخلات الخارجية حقيقة جميع التدخلات الخارجية لم تأتي إلى صالح في صالح الشعب السوري شاهدنا الدعم اللامتناهي الذي قدمته إيران وروسيا للنظام السوري الدعم اللامتناهي الذي قدمته تركيا للمرتزقة والفصائل وتطبيق أجنداتها ومصالحها واحتلالها لأجزاء واسعة من الأراضي السوري حل الأزمة السورية لا يبد أن يكون تحت السقف السوري ورفق الحوار السوري السوري ما بين الأطراف السورية وبعيدا عن الملصات والأجندات أيضا المرتبطة بتنظيمات إرهابية لا بد أن تكون القوى التي تعمل إلى حل الأزمة السورية أن يكون لها قوى ذات طابع وطني بعيدا عن الارتباطات الإرهابية وبعيدا عن الأجندات الخارجية التي لا تخدم مصالح الشعب السوري نعم سيد إياد هل هناك احتمالية بعدم أو بألا تكون الحكومة السورية طرف بالحوار السياسي هناك تقارير تفيد أو هناك حديث ومحللين ومراقبين لشأن السوري يرجحون إسقاط نظام الحكم في دمشق هل من الممكن أن تكون مرحلة الحوار السياسي سوف تأتي بعد مرحلة إسقاط نظام الحكم في دمشق حقيقة أثبتت المنظومة الأمنية رغم قوتها ورغم صلابتها خلال الثلاث عشر عام الماضية أنها بالنهاية هي منظومة هشة وقابلة للكسر في أي وقت ممكن هل بقي للنظام فرصة بأن يعود وأن يكون جزء من المستقبل السورية أم أن هذا الأمر مرتبط بالأيام القليلة المقبلة على ما يبدو الانهيارات السريعة التي بدأت منذ يوم البارحة منذ سقوط مدينة حمام وانسحاب القوات الحكومية من مدينة حمام الأخبار وعمليات الانسحابات تتوالى من كافة المناطق ويبدو أن النظام فقد حقيقة السيطرة على قطعاته العسكري المنتشرة في كامل الجغرافية السورية هذه القطعات العسكري التي اعتمد النظام على نشرها طيلة السنوات السابقة فقدت إيمانها وأديولوجيتها العسكري وحقيقة القضية التي تتافع عنها وأصبحت داخل المدن وداخل المناطق المدني وتحولت إلى نوع من المتزقة ولم تعد تربطها بمنظومة الدولة أي شيء هذه القطعات نحن نعلم أنها كانت تفض الأثوات على الحواجز وغيرها ولم تعد تلتزم بالأوامر العسكري كما هو متوجب منها وحينما بدأت هذه العملية التي تقودها أي التحرير الشام شاهدنا الهشاشة في قطاعات العسكري لدى قوات النظام السوري وأنها أصبحت غير قادرة على الدفاع عن نفسها ولا جاءت إلى الاستسلام والانسحابات العشوائية والغير منظمة أيضا ويبدو أن القيادة في دمشق بدأت فقدت السيطرة على قطاعاتها العسكري ولم تعد أوامرها سارية على كافة مؤسساتها العسكري نعم كنت معي من شمال شرق سوريا سيد إياد الخطيب رئيس مكتب الإعلام في حزب سوريا المستقبل أشكرك جزيل أشكر على كل ما تفضلت به